الجزء الخضري للنبات الجزء الخضري هو الجزء الذي يتواجد فوق سطح الطربة ويتكون من عدة أجزاء وهي كالتالي أولاً الساق وهو عبارة عن محول رئيسي يمتد إلى الأعلى وينمو رأسياً في اتجاه الضوء وعلى استقامة الجذر وللساق وظيفتان الأولى هي حمل الأوراق والأزهار والثمار لتتعرض للهواء والضوء والثانية هي توصيل الماء والأملاح التي يمتصها الجذر من التربة ليمر خلال نسيج الخشب إلى الأوراق ونقل الغذاء الذي تم تصنيعه في الورقة إلى باقي أجزاء النبات عن طريق اللحاء فضلاً عن دور الساق كمصدر للغذاء في بعض النباتات مثل البطاطة، الزنجبيل، القصب أما عن تكوين الساق فتمثل في جزئين رئيسيين وهما عقد وسلاميات فالعقد هي الانتفاخات الموجودة على الساق والتي تخرج منها الأوراق أما السلاميات فهي المسافة الموجودة بين كل عقدتين متجاورتين ثانياً البراعم وهي مناطق النمو على الساق وتوجد على طول جوانبه في مواقع أعلى بقليل من نقطة التقاء ورقة كاملة النمو مع الساق كما ينمو في قمته ثالثاً الأوراق وهي مصنع الغذاء للنبات والتي تبدأ دورة حياتها من البراعم التي نمت على الساق إلى أن تؤدي وظائفها ومن ثم موتها وتساقطها على الأرض وتتكون معظم الأوراق من ثلاثة أجزاء النصل والعنق وقاعدة الورقة فالنصل هو الجزء العريض من الورقة والذي تتم داخله عملية البناء الضوئي أما العنق فهو جزء الورقة المتصل بالساق وبداخله أنابيب صغيرة متصلة بعضها مع بعض اتصالاً قوياً مثل أنابيب الشفط يتم خلالها نقل الماء والغذاء رابعاً الأزهار وهي ذلك الجزء المميز بشكله وألوانه الجذابة كما أنها العضو الذي يختص بعملية التكاثر والتي تتطور العديد منها لتكون الثمار التي نتناولها